الى الاراضي المحتلة وحملة انتي بتكملينا افحصي وطمنينا تختتم فعالياتها التي انطلقت منذ بداية الشهر الحالي بسباق اليوم الورد النسائي 2017 والذي يهدف لتوعيات المرأة والوقوف معها في محاربة مرض سرطان الثدي في الاراضي الفلسطينية المحتلة التفاصيل التالي في التقرير افحصي وطمنينا شعار شهر اكتوبر في فلسطين لنشر الوعي حول مرض سرطان الثدي والوقاية منه وفي مؤتمر صحفي تم الاعلان عن سباق اليوم الوردي الذي يعتبر خاتمة فعاليات نشر الوعي المقامة خلال الشهر الحالي السباق الوردي الذي سيتم انجازه في 27 اكتوبر لهذا الشهر هو انجاز رياضي هو عبارة عن سباق رياضي وهذا يعني ان الرياضة بالمرتبة الاولى ايضا لها رسالة صحية هذا بدوره يمكن ان يساهم في اشراك عدد كبير من النساء لممارسة الرياضة من موقعي انا كمحافظة كامرأة هي رسالة دائمة طبعا بنقدمها بنكون فيها بتكون اكثر فعاليات في اكتوبر اكثر انشطة اكثر تسليط دوء ولكن هي طوال العام مهم جدا مساندة المرأة للمرأة ولكن مهم ايضا مساندة الرجل لحثها على الفحص على عدم الخجل من هذا الموضوع وايضا دورنا احنا ان نوصل لكل النساء الموجودة في التجمعات البدوية في المخيمات في كل مكان لانه مش دمها هي ان اجت في هذا المكان للسنة الثانية على التوالي سينطلق الماراثون الوردي في اليوم السابع والعشرين من الشهر الحالي في خطا واضحة للوقوف مع المرأة ومساندتها حيث لن تقتصر على مشاركة المرأة فحسب بل تم دعوة جميع افراد العائلة والمجتمع باعتبار مرض سرطان الثدي مسئولية مجتمعية بالدراجة الاولى وتتصيب الذكور الى جانب الاناث اولينا الاهتمام بالنساء وباهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر برنامج صحة المرأة حيث لدينا عيادات ومراكز صحية في كل عيادة ومركز صحي او عيادات متنقلة يوجد لدينا برنامج صحة المرأة من طبيبات ومثقفات وممرضات 90% من الحالات تشفى تماما وتصبح ناجية من المرض وتستطيع ان تمارس حياتها بشكل طبيعي هذا هو دورنا ونحن كل عام نحاول ان نوسع او ننقل الفكرة من حضن النظام الصحي الفلسطيني والمؤسسات الصحية لكي ينتقل الى المؤسسات المجتمعية محاولات جادة ترنو اليها المراكز الصحية الفلسطينية لزيادة الوعي لدى النساء بضرورة اجراء الفحص المبكر فكلما تم اكتشاف الاصابة بسرطان الثدي مبكرا ترتفع نسبة الشفاء منه شكرا